بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز على سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادري بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ سبع وعشرين ثمانية ألف واربعمية وثمانة عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 3-3-1414 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 138 بتاريخ 24-1440 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعفى معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادري بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27-8-1418 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفية المرتبة الممتازة الصادري بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18-3-1391 للهجرة وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادري بقرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5-1-1421 للهجرة وتعديلاته وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 184 بتاريخ 25-7-1438 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعفى معالي الأستاذ أو معالي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظة الهيئة العامة للاستثمار من منصبه ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكمة الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27-8-1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 33-1414 للهجرة وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت أولا تضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثانيا تحول الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار ثالثا يعدل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة رابعا تحول الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة خامسا تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة سادسا يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاء المشار إليها في البنود ثانيا ورابعا وخامسا على الوزارات المشار إليها في تلك البنود سابعا تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي واحد استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها اثنان مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة واقتراح تعديلها وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ثامنا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ سبع عشرين ثمانية ألف واربعمية واثناثر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم ثلاث عشرين أربعة ألف واربعمية واربعين للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم أربعمية وخمسة وخمسين بتاريخ واحد سبعة ألف واربعمية واربعين للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادري بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ سبعة وعشرين ثمانية ألف واربعمية واثنى عشر للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادري بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تلتعاش بتاريخ ثلاثة ثلاثة ألف واربعمية واربع عشر للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 138 بتاريخ 2440 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعفى معالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه ثانيا يكلف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله ثالثا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادري بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ 278 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادري بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 33 1414 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 138 بتاريخ 24 1440 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يكلف معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 8 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 33 1414 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 455 بتاريخ 17 1441 للهجرة أمرنا بمهوئات أولا يعين معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 8 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 13 بتاريخ 33 1414 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 138 بتاريخ 24 1440 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 455 بتاريخ 17 1441 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للاستثمار ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 8 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 3 391 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 33 414 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين معالي الأستاذ محمد بن عبد الله بن صالح العميل ونائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 8 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفية المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 3 391 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 33 1414 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم أدسوقي مساعدا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر ملكي بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 8 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 3 391 للهجرة وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 14 بتاريخ 33 1414 للهجرة أمرنا بما هو آت أولا يعين الدكتور سامي بن محمد بن عبد العزيز الحمود مساعدا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترجمة نانسي قنقر